وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 طن مواد غبائية وغير غبائية وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغبائية وغير الغبائية تم ضبط أكثر من 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 281 قضية من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر